اشتركوا في القناة تتلعثم الالسن وتتبعثر الحروف فماذا عسانا ان نقول ها هو الفارس يترجل من على صهوة جواده بمسيرة حافلة بالعطاءات والانجازات كرس خلالها سمو الامير الراحل نوافل احمد الجابر الصباح امير دولة الكويت جل وقته في سبيل ارض وشعبي دولة الكويت ليقادر اليوم الى مثواه الاخير مخلدا ذكراه العطرة بين ابناء شعبه بل والامتين العربية والاسلامية سمو الامير الراحل نوافل احمد الجابر الصباح رحمه الله ولد في الخامس والعشرين من يونيو عام الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين بمدينة الكويت وهو الاخ غير الشقيق للامير الراحل صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه والابن السادس لامير الكويت العاشر الشيخ احمد الجابر الصباح فقد تولى الامير الراحل العديد من المناصب المهمة لتبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير الف وتسعمائة واثنين وستين عندما تولى منصب محافظ حوالي لمدة ستة عشر عاما تمكن خلالها من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية الى مدينة حضرية وسكنية وتجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي وفي مارس الف وتسعمائة وثمانية وسبعين تولى الامير الراحل حقيبة وزارة الداخلية خلفا للامير الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح الذي تولى منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء انذاك ليتولى بعد ذلك منصب وزير الدفاع بتاريخ ستة وعشرين من يناير الف وتسعمائة وثمانية وثمانين وكلف بعد ذلك لتولي حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية في الثاني من ابريل الف وتسعمائة وواحد وتسعين ليصبح بعدها نائبا لرئيس الحرس الوطني عام الف وتسعمائة واربعة وتسعين ثم تولى بعد ذلك حقيبة وزارة الداخلية عام الفين وثلاثة ليعين بعدها نائبا اول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من العام نفسه ومن ثم وليا للعهد عام الفين وستة الى ان اصبح اميرا لدولة الكويت عام الفين وعشرين مناصب قيادية تدرج فيها سمو الامير الراحل الشيخ نوافل احمد الجابر الصباح عمل خلالها من اجل نحطة دولة الكويت وشعبها مسطرا ملحمة من الانجازات والعطاءات التي رحل عنها ولكن بقيت بين ابناء شعبه يستذكرونه بها بين الفينة والاخرى